وفيما يتعلق باستعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27 أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن عدد الراغبين بالمشاركة في قمة المناخ كوب 27 هذا العام يساوي تقريبا ضعف أعداد المشاركين في قمة المناخ خلال العامين السابقين موضحا أن استيعاب كل هذه الأعداد يعتبروا تحديا كبيرا لكن توجيهات رئيس السيسي واضحة في هذا الشأن إذ أكد ضرورة توفير أماكن لجميع من يرغبوا في المشاركة تفقدنا مع كل السادة الوزراء كل الأعمال التي تتم على الأرض هناك من رفع كفاءة المركز الحالي وإضافة ما تطلق عليها المنطقة الزرقاء اللي هي خاصة بسكرتارية الأمم المتحدة واللي حتبقى فيها تمثيل كل الدول والمؤسسات الرسمية ودي يمكن شفنا حجم العمل اللي بيتم على الأرض هناك وعايز أقول أن الحمد لله ودي نقطة مهمة جدا نتيجة طبعا لسمعة مصر وقدراتها ونجاحها دايما في استضافة الفعاليات الهمة عدد الراغبين أن هذا العام في الاشتراك في المؤتمر قمة المناخ في مصر تقريبا ضعف الأعداد اللي كانت في المؤتمرات السابقة في العامين السابقين وده دنا طبعا تحدي أن أنا مضطر أن أنا أستوعب كل الأعداد ودي كانت توجهات سيادة الرئيس كل اللي عايز أن هو يشارك في هذا المؤتمر لازم أن احنا نوفر له أماكن وما نعتذرش الحد وبنانا على هذا الكلام ضعفنا المسطحات اللي هتبقى متاحة ودي طبعا هتبقى مسطحات إما دائمة أو مؤقتة ممكن أن احنا نفكها بعد المؤتمر إن شاء الله